مش مسؤول ترشيد الطاقة في مكان ما أو مؤسسة ما إيه المهام المفروض يعملها؟ بالضبط مراجع الطاقة ده مراجع الطاقة بيبص على كل الأجهزة الموجودة في المكان بتشتغل إزاي وكفائتها إيه وبالتالي يبدأ يتدخل طبعا بريبورتنج يعني لازم فيه تقارير بتتعمل وإياسات وبيتقال أو الله المعدة دي بتستهلك طاقة يعني زيادة يقول لابد أن أنا أتدخل فيه والله ممكن أعملها ريبليسمنت حتى تغيير خالص لو هي أداءها سيء تمام وإحنا النهاردة في وزارة الكهرباء محطات الكهرباء بتشتغل اللي هي الأعلى كفاءة يعني بيستخدم محطات الأعلى كفاءة والمحطات الأدنى كفاءة بيحاولي خرجها من الشبكة علشان يوفر الوقوت فالنهاردة الموضوع إن لم يكن هناك جهة حاسمة تتابع هذه الأمور هتبقى مشكلة لأننا دايما بنقول نتكلم لكن التنفيذ مع إن السياسات والقوانين بتوجهنا لأننا نشتغل في هذا الاتجاه لكن للأسف الشديد غير مفاعل نقطة كمان حضرتك الأجهزة اللي هي الزكية لابد أننا نستخدمها السلوكيات بتاعت الناس لازم نوعي زي ما نتكلم دلوقتي النهاردة هيقول يا عم الترشيد بتتكلم حتى الترشيد أصبحت كلمة ممكن يعني ما هيش لطيفة عند الناس فأنا مش هبص بس على المواطن فقط لابد أن أبص كمان على المصانع والجهات محطات الكهرباء أنا كنت مسؤول في محطة الكهرباء في حاجة اسمها استهلاك ذاتي للمحطة كان الاستهلاك ذاتي في هذه المحطة كان 10% 10% استهلاك ذاتي بمجرد أن احنا عملنا إدارة لتشغيل المعدات يعني الفنتيليشن اللي هي التهوية المراوح تفضل شغالة ليل ونهار درجة الحرارة كويسة أو مش كويسة تفضل شغالة ده بيستيلك طاقة فإحنا كنا عملنا بقى منظومة لإدارة هذا العمل وصلنا إلى خمسة ونصف في المية يعني أنا وفرت أكتر من أربعة ونصف في المية من إنتاج المحطة فدي أرقام يبقى احنا مش هنتكلم بس على المواطن كترشيد لا أو كمان الحكومة النهاردة الحكومة بعد ما الموظفين بيمشوا تلاقي جهاز تكيف ممكن تبقى شغالة واحد ناس المكتب بتاعه مهندس بقى المسؤول الطاقة ودي نفتح بقى باب للتعينات أن الناس دي تشتغل في المسؤولية دي وإحنا جاهزين أن نضرب الناس دي يعني بعد ما يبقى فيه مجموعات عمل وإحنا نفزنا ده مع الجوامع خلينا أقول حتة برضو في الجامع يعني النهاردة المسؤول عن الجامع بيشغل التكيف قبل الصلاة بعشر دقايق وإحنا بنختم الصلاة بيقى في التكيف الكلام ده مكانش موجود زمان ده سلوك جديد بعد ما الناس اتدربت وفهمت بدأت توعى وتعرف أن فعلا المسؤولية مشتركة ومسؤولية مجتمعية لابد أن احنا نتوافق مع بعض في هذا ترجمة نانسي قنقر